ومن الجزائر ينضم إلينا حسان جزائري مراسل الغد حسان ضعنا في آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون بعد دخوله لمرحلة ما بعد بروتوكول العلاج نعم أعلنت مساء اليوم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أتم بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا على مستوى إحدى المصحات الاستشفائية بألمانيا وبأنه الصحة الصحية للرئيس مستقرة وبأنه الآن بدأ بروتوكولا آخر هو ما بعد العلاج وهذا ما أكده الفريق الطبي المتابع لصحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ويذكر أن الرئيس نقل يوم الثامن والعشرين من أكتوبر إلى ألمانيا بعد أن كان في المصحة الاستشفائية التابعة للمستشفى المركزي للجيش بعين نعجة حيث كان يتلقى هناك علاجات أولية بعد أن انتقلت إليه العدوى فيروس كورونا التي ظهرت على مستوى إطارات في رئاسة الجمهورية وبعد تدهور حالتها الصحية تم نقله إلى ألمانيا الفريق الطبي لرئيس الجمهورية أكد بأن الحالة الصحية للرئيس لحد الآن هي مستقرة حتى أن الرئيس عبر صفحته على الفيسبوك شاكرا جماهير الشعب الجزائري وأيضا رؤساء وملوك دول عالم الذين تقدموا ببرقيات للطمئنة حول صحة رئيس الجمهورية ويذكر أن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية أتى في توقيت سياسي حاسم بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور والذي عرف نسبة مشاركة ضعيفة وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية وهذا ما ربطه البعض بعدم الاستقرار السياسي وبأن مؤسسات الدولة اليوم أمام امتحان حتى تؤكد بأنها دولة مؤسسات وليست مرتبطة بالأشخاص بعد غياب رئيس الجمهورية لأكثر من 15 يوما لتلقيق علاج في ألمانيا نعم حسين جزائري مراسل الغد كنت معنا من الجزائر شكرا لك اشتركوا في القناة